نشوف الآن كيف نوصل البطاريات على التوالي وعلى التوازي بحيث نحصل على جهد 48 فولت وسعة 600 أمبير ساعة بأنك البطاريات تحددنا الجهد 48 فولت وسعة 600 أمبير ساعة طبعا عندي البطارية التي خطرتها 200 أمبير ساعة ساعتها وجهدات 12 فولت فنشوف كيف نوصل على التوالي وعلى التوازي علشان نحصل على الجهد المستهدف والسعر المستهدفة عندي أربعة بطارية ساعة 200 أمبير ساعة كل بطارية و 12 فولت الجهد لكل بطارية أحدد الموجب والسالب لكل بطارية الأقطاب ثم طبعا الجهد 12 فولت لكل بطارية الآن أوصل السالب مع الموجب سالب البطارية الأولى مع القطب والموجب للبطارية الثانية من أجل أوصلهم على التوالي ثم أوصل السالب للبطارية الأولى الثانية مع الموجب للبطارية الثالثة والسالب للبطارية الثالثة مع الموجب للبطارية الرابعة بهذا الطريق الآن أنا وصلت أربع بطاريات على التوالي وبدل ما كان الجهد 12 فولت لكل بطارية الآن أستطيع جمع الجهد ليصبح الجهد 48 فولت إذن عندي الآن أربع بطاريات على التوالي موصلت على التوالي والجهد 48 فولت مجموعة الجهد لاحظوا أن عندي الآن موجب في الأعلى وسالب في الأسفل كأنها بطارية واحدة الآن بجهد 48 فولت جميل جدا لكن السعه الآن 200 أمبير ساعة السعه ما تغيرت لأنني وصلت على التوالي لما وصل على التوالي الجهد يطاع فأستطيع جمع الجهد لكن السعه ما أستطيع جمعها الجهد السعه نفسها 200 أمبير ساعة وأنا السعه المطلوبة مني 600 أمبير ساعة إذن لازم نحتاج صفين آخرين أو مجموعتين ثانيتين مجموعتين ثانيتين كل مجموعة أربعة أربعة بطاريات إذن لازم عندي مجموعة ثانية أوصلها أيضا على التوالي بنفس الطريقة السابقة لأحصل على جهة 48 فولت ومجموعة ثالثة أيضا أوصلها على التوالي وأحصل على جهة 48 فولت جميل جدا الآن عندي ثلاث مجموعات كل مجموعة أربعة بطاريات وأوصلها الآن على التوازي من أجل أحصل على ساعة 600 أمبير ساعة نشوف كيف نوصلها على التوازي إذن هذه البطاريات وبعد ما وصلتها على التوالي عندي ثلاث مجموعات نوصلها على التوالي الآن لازم أوصلها على التوازي من أجل أحصل على ساعة 600 أمبير ساعة وصلنا نوصل القطبة الموجب مع بعض للثلاث المجموعات بالأعلى طبعا كل مجموعة الآن 200 أمبير ساعة مثل ما أتكلمت كل مجموعة 200 أمبير ساعة فعلشان أجمع هذه الساعات بحيث أحصل على 600 أمبير ساعة لازم أوصل على التوازي توصل على التوازي معناها الموجب مع الموجب والسالب مع السالب أوصل الموجب للمجموعات جميع المجموعات مع بعض القطبة الموجب للمجموعة الأولى مع القطبة الموجب للمجموعة الثانية مع القطبة الموجب للمجموعة الثالثة كذا وصلت المجموعة الثلاث الموجب وأصبحت موصولها المجموعة الثلاث على التوازي التوالي in series القطبة السالب أوصلها مع بعض جميل جدا الآن عندي أستطيع جمع الساعات إذن 200 أمبير ساعة زائد 200 أمبير ساعة للمجموعة الثانية زائد 200 أمبير ساعة للمجموعة الثالثة تصبح عندي الآن يصبح عندي بنك بطاريات موصل على التوالي وعلى التوازي الجهد لبنك البطاريات 48 فولت لأنني لما أوصل المجموعة على التوازي الجهد يبقى نفسه 48 فولت ولما أوصل على التوازي أستطيع جمع الساعات تصبح عندي ساعة بنك البطاريات تساوي 600 أمبير ساعة إذن بهذا الطريق أستطعنا تصميم أو حساب عدد البطاريات 12 بطارية كل بطارية ساعة 200 أمبير ساعة وجهد 12 فولت وأستطعنا توصيلهم على التوالي وعلى التوازي بحيث نحصل على جهد النظام المطلوب وساعة بنك البطاريات المطلوب يعطيكم العافية أنا ناصر صبر شكرا على المشاهدة وصعد الله وقاتلهم والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة